اكثر من مائة وثمانية قتلى ونحو خمسمائة جريح هي الحصيلة حتى الآن لفضل قوات التدخل السريع للاعتصام المدني في محيط قيادة القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم نصف هؤلاء القتلى تشيل من مياه نهر النيل السلطات السودانية اضطرت لمغادرة صمتها والاعتراف عبر وزارة الصحة والحديث عن مقتل خمسين شخصا للتهوين من تداعياته هذه المدزرة تخوفات من ان تكون هذه المدزرة مقدمة للأسوأ المقبل ان لم يتم وضع حد لاراقة الدماء السودانية التي بدأت بعد اعلان المجلس العسكري انهاء المحادثات بينه وبين المعارضة اوائل هذا الاسبوع بسبب الخلاف بشأن تسليم ادارة البلاد الى حكومة مدنية تقارير صحفية سودانية اكدت ان قوات الدعم السريع تتجول في شوارع المدينة شبه المهجورة وتستهدف المدنيين السلميين الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وروسيا سارعوا الى ادانة فض الاعتصام في الخرطوم واستخدام القوة حيث قالت الولايات المتحدة ان المجلس العسكري الانتقالي القى بالسلام والعملية الانتقالية الى التهلكة اما الامم المتحدة فقد بدأت باجلاء بعض موظفيها غير الاساسيين العاملين في البلاد بسبب التطورات الامنية في الخرطوم الفض العنيف لاعتصامات الخرطوم غير المسبوق في السودان شكل صدمة كبيرة لدى المتظاهرين ما دفع المعالضة الى تأكيدها التصميم على الاستمرار في اعتصامهم السلمي واضرابهم المفتوح حتى تحقيق مطالبهم المشروعة ترجمة نانسي قنقر